عاملة إيه ستة ليلة دلوقت؟ بخير أصيلة يا نظار جاية تسألي عليها بعد اللي جرى فيكم تلجاها جاي بعمل لبتي أنا مش بتاعت الحاجات دي يا ستة ولا أفهم فيها وهعمل عمل للولاية دي معلش يا حبيبتي معزورة أنا جاي بالها حاجة تشربها تأول عدم وتخليه لم كتر خيرك تشربي منه اللون بس ده ليك كثور ماليش صالح تشربيه نشربوه غير كده له حاضر أعمل وأشرب منه رايجين عيالك؟ الحمد لله بخير ممكن بعدم أعمل وأشرب منه وأشوفي ستة ليلة بس تشربيه الأول وبعدين يا خليل بيك تدخل شيخ الأزهر في الأمر هيعقد لنا الأمور ولو بلغ الناس أننا رفضنا طلبه هنبقى في كافة الكرة ونفقد الشرعية ولو وافقنا نبقى سلمنا رهبتنا العليبي بالضبط أعتقد كده لابد نبعد القهوة المولانا الشيخ الأزهر مفيش حل تاني ياه أنت ليلة؟ أيوة أنا وأنت مين؟ أنا نظام مردت أهلا وسعلا أنت فعلا جميلة قوي يا ليلة الله يخليك اشرب يا ليلة واه دوا مر جوي دايمان الدوا مر ليلة في واحد بيسلم عليك يا ليلة مين؟ جابر جابر؟ تعرفين؟ لا هو يعرفني؟ ما يعرفش غيرك يا ليلة ويسلم علي أنا كمان ليه؟ دا عايش عشانك كتر خيره وكتر خيرك تعالي استندي علي بصي من الشباب وشمي هوا ربنا انتي تعرفي جابر دا؟ أنا زي ما كنت سمعت الاسم دا قبل كده أيوة أعرف تعرفي من فين؟ يبقى قريب يا ليلة تحب تشوفي؟ أشوفه كيف لو طلّتي من الشباب هتشوفي صح؟ صح تعالي على مهلك موسيقى أيوة أعرف شفته في الحلم كثير موسيقى 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 ما فيش حد بيني وبينك إيش خص ماينك قولي جواك وأنا سمعك بص أنا مش بقابلهم لو عاوز توفك بينه وبنصالح به عشان المصلحة طلّه حواره من الي أدخل وأنا موفدك في دي هورا يفضلوا مطرحهم في المينيو جدامنا وورا حتتنا وظهر يعني لمعاول عليه قلت ايه اهو كده انت تؤمر يا شيخ اسماعيل وكلامك يمشي عالكل واولهم همام انت الكبير يا شيخ العرب واسماعيل عايخبك وانت حبيبي يا شيخ اسماعيل حجف علي يا ريدي حجف علي يا ريدي حجف علي يا تاي ابو ما هاملش كده تاي بعيد عننا انا حالفة واه صومي تاتي يا ريتش خيوزة لا انا مش حمله صوم يباعد عن ناريح لا صومي ورجع مع جوزك مفيش اوعر من البعض يا بيت ابو ايه البنات رجلات تكسر يا سماعيل اسكت يا صالحة لا ماسكتش غشيم ومستعفي على بيتك العيانة ليه لمي دورك عموما لو عاوزة تجعد عند اخوك لحد رجل ليلى ما طيب اجعد براحتك هجعد العمر كله مين يا بوي يحملك العمر كله هو بس الشيخ اسماعيل اللي يقدر يستحملك الجادة دي جادة مخصوصة واحنا سامعين بوداننا وقلوبنا انا زي ما عرفتوا اديت كلمة العلي به على عهد بيني وبينه وبعد موافجتكم حصل حصل يا شيخ العرب طلباته ما اعتخلص والمصلحة زي ما جال الشيخ اسماعيل وانا اكتنعت بكلامه ان هوارة تفضل في الامان نبودهول لبعض هو دي عين الصح ما اقدرش غامر بناس وديتش في حربة ما تخصنيش ولا اقدر بعد العهد اسيبه واقول له كمل وحدك والعمل يا شيخ العرب احنا نفضل معاه لحد المنية وهناك يكمل هو ومعاه فرجة من هوارة تفضل وسطيشه لحد بوابات المحروسة ويكمل هو والفرجة ترجح يوجد لاسبناه ولا رحنا معاه ودينا في النصر يد وهي خبرة يا شيخ العرب مفيش بعد قولك مين فيكم يصلح على رأس الفرجة دي؟ اللي تشوفوا يا شيخ العرب هو اللي يصلح محدش يصلح غير الشيخ عيسى واه كبرتني يا شيخ العرب وخلتني فوق فرجة والله كبيرا منك دي اليوم القيامة تستاهل عيسى أأضمأ وأنت العذب في كل من هلن وأظلم في الدنيا وأنت نصيري خبير بضعفي راحم لشكايتي قدير على تيسير كل عسيري موسيقى يسوي تلالة العلم ترافع والجهل نازل يروخ العلم ترافع والجهل نازل يروخ سبحان الله خير يا مولان خير إن شاء الله كله خير مولان مالك من فين بن القهوة من هدايا من غير البيت لا حول ولا قوة إلا بالله من هو فيها حاجة مولانا فيها فيها قضاء الله وقدره ولا حظة لقاء الطبيب الله هو الطبيب واللي هتجرى عليه مش هيلحق كم البدالي راية الربع الأخير من المصحف هتلاقي العلامة كملوا كملوا قبل أي حاجة وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أشهد